وان حمص تنبض بالحياة من القلب إلى القلب أقام فرع الأمانة العامة للثوابت الوطنية في حمص فعالية ثقافية احتفالاً بانتصارات الجيش العربي السوري بمشاركة عدد من الشعراء والكتاب في المركز الثقافي في المدينة فعالية هي مساهمة فكرية ثقافية في مساهمات أخرى في مساهمات فنية لجهات أخرى لهيئات أخرى نحن دورنا في العمل الفكري والسياسي نقدر نسلط الضوء على أهمية المصالحة الوطنية كخيار استراتيجي ونقدر نقدم بعض الموضوعات الفكرية اللي بتليق في مدينة حمص الحقيقة وبأجواء مدينة حمص أول فعالية بتصير للأمانة بحمص واجت بفعاليتنا بالتزامن مع اعتزازنا بالذكرى السنوية لعيد الشهداء ويلي لو لا هون ما كنا حققنا النصر نشاطاتها عبارة عن فعاليات ثقافية وفكرية وندوات شعرية نفخر بهذا النشاط الاجتماعي الذي يجمع المثقفين ويجمع النخب السياسية ويجمع النخب الفكرية ونربارك لمدينة حمص الانتصار الكبير وقريبا إن شاء الله تعتبر حمص خالية من الإرهاب تضمنت الفعاليات محاضرات وندوات عن المصالح الوطنية كخيار استراتيجي وأهمية المجتمع المدني والوطني في مواجهة الفكر التكفيري بالإضافة إلى أمسيات شعرية هذه اللقاءات لا شك أنها تبني روح وطني جديد نحتاجها بعد سبع سنين حرب نحتاجها احتياج كلي التقدير لأي جهة قادرة أن يكون عندها نشاط ثقافي لتوعية أي حد ما فيون أنا وأنت وأخي وعائلتي وأبني فلابد من وجود هذه الأنشطة ذات الطابع الوطني بامتياز حبينا اليوم نحن بنادي العطاء السوري كممثل الشباب بمهدية حمص نتشارك مع السوابت الوطنية بحمص من أجل تفعيل روح المصالحة بالمدينة وإعادة حمص لوضع الطبيعي وللأفضل من خلال تبادل الأفكار اللي بتساهم لعودة الحياة الطبيعية للنسيج الاجتماع المدينة حمص والتحاول بين بعضنا على أرض الواقعي مو بس على التلفزيون وعلى شاشات الأعلام حتى نقدر نوصل لنتيجة أفضل من بني سوريا إيد بيد حبينا نشارك اليوم بهالأمسية كتعبير عن أملنا ببكرة وخاصة أنه المحافظة الجريحة اللي صاب داء الإرهاب وهلأ عم نشوفها الحمد لله كيف عم تتعافى وتطلع من الحالة اللي كانت مفروضة عليها فأنا هي أول مشاركة إليهم بحمص إقامة هذه المبادرات الثقافية تأتي في إطار تفعيل دور المجتمع المدني في دعم المصالحات الوطنية وإعطاء الشباب السوري دورا أقوى في تمكين النسيج الاجتماعي الوطني الذي أثبت قدرته على مواجهة المؤامرات ترجمة نانسي قنقر